بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سنتابع في هذه الوحدة تكامل الدواء الكسرية كاملنا أو درسنا الحالة الأولى حالة الكسر يتفرق إلى جداء مضاريب من الدرجة الأولى غير مكررة سندرس الآن حالة إذا كان المقام يتحلل إلى جداء مضاريب من الدرجة الأولى ولكنها مكررة ولكن قبل ما نتابع في هذا الأمر لنتذكر الحالة الأولى إذا كانت المقادير اللي في المقام تتحلل إلى درجة أولى غير مكررة فإذا أخذنا التكامل التالي لو أخذنا المقام إن المقام هذا اللي هو إكس تكعيب نائس 4 إكس يمكن إخراج الإكس عام المشترك ثم الإكس تربيع نائس أربعازي متطابقة شهيرة تتحلل إلى إكس نائس 2 وإكس زائد 2 إذن تحلل إلى الكسر اللي أمامي إلى جداء سلاسة مقادير من الدرجة الأولى غير مكررة إذن الكسر هذا يمكن الكسر الأمامي هذا اللي الدارة المستكملية يمكن أن يحلل إلى سلاسة كسور بسيطة مقام الأول هو الإكس القوس الأول والقوس الثاني هو مقام لكسر ثاني والقوس الثالث هو مقام لكسر ثالث الآن ما دامت كل الأقواس من الدرجة الأولى فالبسط يجب أن يكون أصغر منه بدرجة فإذن هو من الدرجة الصفر إذن ثوابت ABC لتعيين الثوابت قلنا نحزف المقامات بأنه واحد مقامات ونحزفها ثم لتعيين الأي نذهب إلى مقام الأيكس ينعدم المقام بالصفر إذن نعود كل أكس بالصفر ونحدد الأي والبي والسي فبيطلع معايا الأي هي عبارة عن اثنين والبي هي سالب واحد والسي هي عبارة عن أربعة الآن طبعا من خواص التكامل التكامل يجب الأول والثاني والثالث ولكن تكامل كل من الكسور البسيطة التي نحصل عليها هي عبارة عن البسط مشتق المقام إذن الجواب هو لغارت من المقام طبعا بعد إخراج السابت خارج رمز التكامل فلو أخرجنا اثنين خارج رمز دي أكس على إكس هو لغارت من المقام أيضا هنا لو أخرجنا السابت خارج فدي أكس على إكس ناس 2 هو لغارت من المقام والأربعة إذا خرجناها دي أكس على إكس زائد 2 هي لغارت من المقام إذن هذا من جاء أيضا لو جينا إلى التمرين الذي يليه لو وجدنا أنه عندي المقام هو عبارة عن إكس تكعيب زائد 2 إكس ربيع ناس 3 إكس إذن لو خرجنا الإكس نحصل على هذا إذن المقام هذا الكسر تفرق إلى سلاسة كسور مختلفة إذن يمكن تفريقه إلى كسور بسيطة بشكل تالي المقام الأول هو إكس الكسر الثاني البسيط هو إكس نائس 1 والكسر الثاني هو إكس زائد 3 طبعا هنا نضع A B C ونحدد سوابت كما تعلمنا سابقا فعوض من كامل هذا الكسر المعقد نوكامل هذه الكسور البسيطة بعد تعييد السوابت فالسابت الأول هو 3 والسابت الثاني سالبي 1 والسابت الثاني هو 2 الآن يمكن إخراج السابت خارج إشارة تكامل وتوزيع التكامل الأول والثاني والثالث والبسط مشتق المقام إذن الجواب في الكل هو لقرتم المقام هذه هي الحالة الأولى التي ناقشناها في حالة المقام هو عبارة أن يتحلل إلى جداء مضاريب غير مكررة الآن نأتي إلى الحالة الثانية إذا تحلل المقام إلى حاصل جداء مضاريب من الدرجة الأولى لكنها مكررة أي مثلا الجي إكس كان هو عبارة عن مثلا إكس نائس A ضرب إكس نائس B ولتكون أس ثلاثة عند إذن الدالة المستكملة كانت إف إكس على جيل إكس أي أنها تكتب بالشكل إف إكس على جيل إكس الجيل إكس تحلل إلى إكس نائس A إكس نائس B هذا كسر مكرر سلاسة مرات إذن عدد الكسور الموجود عندي في المقام هي أربعة كسور إذن معناته أن كل بسط إذن سيتحلل إلى سلاسة أربعة كسور بسيطة القوس الأول هو إكس نائس A القوس الثاني هو ثلاث مرات إكس نائس B إذن هو إكس نائس B إكس نائس B إذن هما سلاسة أقواص ولكن مادام الكسر مكرر سلاسة مرات فأول مرة إكس نائس B أس واحد ثاني مرة إكس نائس B أس اثنين ثالث مرة إكس نائس B أس ثلاثة طبعا مداخ القوس هي مقادير من الدرجة الأولى إذن اللي فوق لازم يكون من الدرجة الصفر إذن سابت مداخل القوس من الدرجة الأولى إذن سابت مداخل القوس من الدرجة الأولى إذن في الأعلى يجب أن يكون سابت ما داخل القوص يجب أن يكون من الدرجة الأولى سابت إذن الآن علي أن أحدد قيمة سواب A و B و C كما تعلمنا ننحد المقامات ومنحزفها فبحصل على Fx يساوي إلى A سيكون مضروب بx ناس B للتكعيب زائد B مضروب بx ناس A بx ناس B للتربيع زائد C مضروب بx ناس A بx ناس B والC الد أخيرا مضروب بx ناس A الآن لتعيين A نذهب إلى مقامه ونعوض فنحصل على قيمة A إذن لتعيين A نعوض كل X ب A فنحصل على A لتعيين B نذهب إلى مقامه إذن نعوض كل X في B ونعوض في هذه العلاقة كل X في B فتتعيين D إذن نعوض كل X في B فتتعيين D الآن لو جينا لمقام C ينعدم أيضا عند البيم فكيف أفعل؟ هنا نلجأ إلى عملية بسيطة وهي أن نشتق هذه العلاقة نشتقها نشتق هذه العلاقة ونعوض من جديد كل X في B ثم نشتق مرة أخرى ونعوض كل X في B ثم نشتق إلى أن تتحدث جميع هذه السوابت هذه هي طريق التحديد السوابت في حالة التكرار فلو جينا إلى المثال التالي هذا مثال 6 واضح أن المقام هو X نائس واحد للتربية إذن هو مكرر مرتين إذن وعناتها هذا يتحلل إلى جداء إذن لو أخذنا هذا الكسر إذن هذا الكسر يتحلل إلى بالشكل التالي القوس الأول هو X نائس واحد والقوس الثاني هو X نائس واحد للتربية إذن هنا A وهنا B إذن نحزف المقامات سيحصل على 6 X نائس إداعش يساوي A بX نائس واحد إذن ضرب زائد B زائد B نعود أولا نذهب إلى مقام الأي ينعدم في الواحد إذن نعود كل X بواحد فنحصل على إذن نعود كل X بواحد هذا يؤدي نحصل على 6 في واحد 6 ضرب واحد نائس إداعش يساوي A بواحد نائس واحد زائد B ومنه 6 راح إداعش ومنه 6 راح إداعش هي 5 سالب خمسة سالب خمسة ويساوي واحد راح واحد صفر إذن هو يساوي B إذن الB هي سالب خمسة إذن عرفنا الB هي سالب خمسة جينا لهذه الB هذه اللي في الأعلى وحطيناها هي سالب خمسة بهذا الشكل إذن سالب خمسة الآن علي أن أعين الأي ما عندي اللي بيعدم الكسر الثاني هو نفس الرقم X بواحد إذن ماذا أفعل أشتق هذه العلاقة لو جينا إلى هذه العلاقة واشتققناها إن مشتق الطرف الأيسر هو 6 مشتق الطرف الأيسر مشتق أول واحد هو A ومشتق الB هو صفر إذن الأي طلعت دايركتلي هي عبارة عن 6 فمنجي إلى هنا ونضع بدأ للA ب6 إذن عواض ما نكامل هذا الكسر نكاملها ونكاملها الآن الستية ممكن نخراجها إذن البسط مشتق المقام إذن هنا لغارت من المقام أما في الطرف العلاقة التاني أما هذا التكامل اللي هو تكامل 5 على X نائس 1 للتربيع منسمي X نائس 1 هي عبارة عن U وبالتالي DX هي DU وبالتالي 5 على U تربيع نحصل على هذا التكامل 5 على U تربيع الآن U تطلع للأعلى وبالتالي هذا يكتب 5 تكامل U والسالب 2 بداي U وهذا ما هو إلا نضيف للأس 1 إذن 5 والسالب 1 سالب 2 زائد 1 على سالب 2 زائد 1 إذن سالب 5 على U على U الU هي عبارة عن X نائس 1 إذن تكامل هذا المقدار أي هذا المقدار وهي سالب 5 وفي سالب تصير موجب 5 إذن موجب 5 سالب 5 على X نائس 2 وزائد سابت التكامل إذن هي لازم تكون موجب 5 على X نائس 2 نفس الأسلوب تماما لو جينا إلى هذه العلاقة نرى أن هنا هذا الكسر يتحلل إلى كسور بالشكل التالي إذن واضح أنه المقام الأول مكرر مرتين فنضع كسر واحد والكسر الثاني هو X تربيع والكسر الثالث هو القوس الثالث و3 نائس 5 طبعا كله إذن الداخل القوسية من الدرجة الأولى إذن هذا A هذا B وهذا C ونعدد الأمثال كما فعلنا ونحصل على التكاملات تكتب بهذا الشكل التكامل الأول شهير البسط مشتق المقام والتكامل الأخير البسط مشتق المقام لوغرت مقام والتكامل الوسطاني هو يحل بأنك ترفع بعادة الكتابة X تربيع تطلع للأعلى والتصبح بهذا الشكل نفس الأسلوب تماما في هذا التكامل لو حصلنا على هذا هنا نحصل على قوس مكرر ثلاث مرات إذن هذا يتحلل إلى أربعة كسور بسيطة إذن X زائد واحد X نائس 2 مكرر أول مرة ثم ثاني مرة X نائس 2 X نائس 2 للتربيع زائد ثالث مرة X نائس 2 للتكعيب طبعا البسط كلها سوابت ABCD علي أن نحدد قيمة هذه السوابت علي أن نحدد قيمة هذه السوابت بالأسلوب اللي عملنا سابقا فنحصل على قيمة هذه السوابت وكل تكامل البسط مشتق المقام هنا البسط مشتق المقام هنا هنا نفرض X نائس 2 هو U وهنا أيضا فنحصل على دايو على U تربيع دايو على U تكعيب بإعادة الكتابة نطلع اليو للأعلى ومنضيف اليو واحد ونقسم على الأسل الجديد فنحصل على هذه التكاملات بكل بساطة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة